سباح الخير و أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة عبر إزاعة صوت كل لبنان و راديو تمورو بأستريا كل الجارية العربية يلي عم بتتبعنا حلقتنا لليوم بسبوت آن حلقة مميزة جدا و بعدنا متابعين معكم بجولة من مصر مصر يلي حضنت أهم مجوم إن كان من لبنان أو حتى من المصريين والسوريين والبلدان كلها العربية واليوم أكيد معنا رح تكون فقط بهيدا الشهر الفضيل استثنائيا من مصر نجمة لبنانية نجمة لبنانية اخترت تكون هون اخترت تعيش كل حياتها هون اخترت تكون سندريلا اللبنانية متل ما لقبوها بقلب مصر حققت نجومية عالية جدا وحققت شهرة واسعة كتير وقدرت تكون محط أنظار ولازالت لليوم مثيرة للجدل بكل طالب الطرفية وبكل شغلة بتقدمها وعنوين المجلات والصحف الإلكترونية وحتى اللي ما زالت بعدها متوفرة من المكتوبة بدأي لك صباح الخير موزور كيفك؟ صباح انت صباح نحنا جينا لعندك بالبيجاما جينا وعينيك تنعمل هيدا اللقاء على الصبح شرفتونا أكيد بس تنبرر أحسن ما يفكروك هلأ من هول عوناتي اللي بحطوه عينها عم بتدمع كلها سوا تنعم تحرقني وعم تزعني ويعني وبعرف شو ساير اليوم سلامة قلبك أنا بس بدي قطو بنيك تقل بالمايك بالعكس كرميلتي يكون ميلة برا كرميل الصوت أفضل ماشر حال هيك دولي بدي بلش معك من لقبك السندريلا اللبنانية شو بيعني لك هيدا اللقب؟ ما هي أنا بالنسبة لي إلي الألقاب منها موضوع كبير يعني ما عارف اللوها عادي أنا كانت بسكندرية وكانت المحافظة هونيك عاملين زفاف جماعي اللوها مجموعة كبيرة من الأيتام عم بزوجون شبيب وبنات برعاية برضو برعاية المحافظة وروتاري اللي كانوا عاملين هيدا الزفاف فالمحافظة كرموني بيومتع يعني ولقبوني بالسندريلا اللبنانية فأنت محافظة يعني بالنسبة لي أنا مش من الناس اللي بتستهويها ولكن يعني السندريلا اللبنانية هو يمكن لقب شبيه لسندريلا مصر يعني هني شايفو فيك سعاد حسني وهو اللقب طريع من هون برأيك انت بداية تان وبعدين اي اكيد طبعا ما اكتر من حدا بمصر يقلي انه انه الستايل او منحسك انه فيك شي من سعاد حسني مش بالشبه اكيد ولا بالشكل بس يمكن بالشبه الفني يمكن غناء والتمثيل وهيك فأنت محافظة انه انه أنا سندريلا اللبنانية فأنت محافظة فعلا بجد يعني بس أنا بالنسبة لي فعلا الألقاب مش كتير ما بتفروق معي يعني كتير تعرضت لهجوم كتير كبير بوقتها انه عم بتتقارن نفسها بسعاد حسني انا بالنسبة لي لي مش انا اللي طلعت اللقاب على خالي كنت بتتمثلي فيها بمطرح معي يعني كنت ترقبه هي شو بتعمل شو عملت يعني بتاريخها وكنت تحب تكوني مثلا تأثرت فيها لا لا تأثرت فيها لا انا تأثرت بطفولتي بفيروس صراحة يعني من اكتر الفنانين اللي كنت انا والطفلة كتير بحبها وكتير مع انه يعني اليوم العالم لما تسمع بيقولوا لا المفروض تكون المأثرة يمكن بسعاد حسني اكتر لانه دفرنت ستايل دفرنت لوك حتى مغنى غير طبعا كل شي غير كل شي غير بس يعني يعني كالب دانية نحن بلبنان معوادين انه انه فيروز هي جزء كبير من حياتنا ان كان الصبح المنطوعة ان كان بالدايلي لايف فهدا شي كتير عادئ انه انت بتسمع فيروز كل يوم لما تصحى عرفت هي جزء كبير من حياتنا فطبعا انا لما كنت عندي اصلا خمس سنين او ست سنين كنت كتير مأثرة بفيروس هلا مما لا شك فيه انه شوي لما نكبرت صباح صارت بالنسبة لقيلة يمكن يمكن هيك فيه انبهار لما بتفرج عليها انه واو شو هالشي الحلو ممثلة بتغني وصوتها جبلة وبمصر وهالدول الاشياء وطبعا من الناس اللي كتير بحبهم بالسينما الابيض والاسود صباحه وشوعة حسني طبعا هولي اكتر اكتنين كتير بحبهم البيئة المصرية اللي يمكن شوي شوي الواحد بصير البيئة اللي عايش فيها بتشرب منها هي شربتك تحب هولي الاشخاص ولا انت من الاساس نو انا من انا وصغيري كنت تتابع من انت وصغيري هولي ايه قبل ما حتى فكر انه صير انه مثل يعني انا ولا مرة فكرت انه انه انا عبالي مثل او شي ايه حلم الغنى كان معي من انا وطفلة بس بس ولا مرة كتفكر انه انا ممكن صير ممثلة بس كتير يلفتولي نظره سعاد خصني وصباح الله يرحمهم طبعا كتير وهندرستو ممكن تموت فيها كتحبه كتير يعني بالنسبة لي من احلى الستات من هول الشخصيات يمكن هيك بمعالمين بذاكرة مين معي طب اذا بدي احكي من اليوم يلي بعضهم موجودين مين المعلم فيك ما حني للأسف تقريبا كلهم ما في غير خيروز يعني بتصور يعني من هيدا الجيل اذا ذكرت مش خينتني اكيد انه بتصور كلهم بطلوا موجودين يعني من النساء انت بتصور من النساء ومن الرجال كان فيه شي شخص مثلا هيك تقولي لو انا يمكن بكرة اكبر بدي اعمل مع عنديو او اي شي من الابياد والاسود يعني ما بقى مش شنه يمكننا عبدالحليم بموت فيه كنت كتير حبه وستيل بعدني كتير بحبه كل ما بحضر فيه من عبدالحليم بحس انه انا بحبه اكتر عرفت هيك بحس انه فيه علاقة عطب هيك سنتيمنتل عرفت فيه فيلنجز ما بعرف غريبة رشدي ابازة طبعا فضية احمد رمزي او ماي جاد يمكن من احلى الممثلين بالابيض والاسود لا كتير دولي درست الصحافة يعني حدا درست صحافة وراح على ناحية فنية درست الصحافة لان كانت عالم الاضواء بمطرح معين تحبية ولا كيف صارت القصة درست الصحافة لانه بابا كان مصمم انه انا فوت شي اكاديمي كان رافت فكرة الفن تماما انه كان بالنسبة لقلو انه لأ انت فن شو رح نحكي اصلا عنوالي انت لازم تكون محامية وانا طبعا كنت رافضة تماما لانه ما كنت شايفي حالي انه انا بقدر فوت باي يعني باي دومان غير دومان الفن بعدين عملنا كايند اف كومبرمايز وقلت اوكي انه الصحافة انه يمكن شي قريب شي يرجعي يوصلك بعدين يمكن يرجعي ولقيت اني ما قدرت لا ما قدرت عملت سنة صحافة بس وقفت واشتغلت فعلا بمجلة فنية ولقيت انه كان اسمها نساء الفان اه اشتغلت كتبت ايه طبعا ايه كتبت عملت مقابلات مع فنانيين لأ هلأ هيدها ما حدا بيعرفها بعتقات عملت مقابلات مع فنانيين معقول ايه اكيد اول مقابلة عملتك اتبع فارس كرم انجا وبعدين تاني مقابلة كانت ما عملت صراحة كانت اتصلنا بنجوة كرم وانا قررت انه لا قائز ما بقدر ما بقدر انا ماني شي في حالة انه انا قادر اكمل بهذا الشي مش شبهي ما بشبهي وقفت وقفت من تاني مقابلة اه ما رح تعملت لا انا قبل مقابلة فارس كرم كانت دجا انت عارف انه مش دغري اول ما تفوت تشتغل بمجلة عادي انه يدخلوك قسم فني وتبقى انت بتعمل مقابلات مع فنانيين لا طبعا الا الاول بلشت بعمل 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 مقالات صغيرة او انت بتحرري اخبار مقالات صغيرة وبعدين كنت اروح مسلا اعمل مقابلات الاول بشو بسموهم اه البيوتي سالون اه اوكي سبايات وسالونات سبايات وهايك بتعرف هيدو لأكتر ناس بيقو مهتمين يشتروا اعلانات واي شي بقلب الصفحات اي صفحات بقلب المجلات اي اه انا بكك اليوم اتبا تبكين سمعون وتعرفت على مايا دياب هاين هي تعرفت على مايا دياب اقانت هي بي ار ب بيوتي سالون اه اوكي خريتي كتير قديمة ايمكن هي نفسه بتتذكر وهي اصلا مايا درست صحافة كمان كمان يعني وقدمت في استوديو الفان كتقديم برامج يعني مابعرف اذا درست صحافة بس انو كنت بفعة التقديم لا أعرف. نحن نتقابلنا في واحدة بيوتي سالونة التي أنا رحيتها. اليوم هناك اتصال بينك و بينماية؟ لا، لا. لماذا؟ نحن، يعني، الطريق أكيد بعادتنا لما أنا تركت الصحافة، نحن لم نكن كنا كثيراً فرانز، نحن نتقابلنا بشغل، يعني. اليوم كيف ننزلتك؟ كيف ننزلت العائلة بشو؟ بشغلة يعني؟ بنت حلوة. هي جيدة. بالفان؟ هي جيدة. يا هادي، أيها جيدة اطبع؟ قولان، ليس حساس؟ هل أنت تنطلت؟ مساء، هل أنت لا؟ أيضا، yeah, اتصالت بسيطة، تقسام اطبع؟ هي جيدة. لم أعرف fascinating عن مر 있어. سأنا точно اتبعي ابنا في tournacht. غير الملعكة. تم احظم أنا لا وتفكر أحدا تبعي ك Bana. لكن تم ترينهاiyا، تظار هي Α outdated transformation medium, لوظتني بـ أن تريدها النارronsة، هل ترى الفنانة وفي أشبه؟ أنا أرى بريزنتر أحسن طبعاً بريزنتر؟ أعني في هيك من غنة كانت كثير حلوة أكيد مم وشيز يعني دم خفيف ما دعيتك على هيك من غنة؟ دعوني على هيك من غنة وليق ما رحتك؟ تحت الهواء بقى تحت الهواء بقبرك مظبوط أنه دولي شاهين بترفض المقابلات اللبنانية لأمتطبون منه المساري وما بيعطوها صحيح طبعاً ليس هكما رح تقعيك من الهواء الفيدي تحت الهواء ما علينا انت رح تخبطه على طول صح لك يعني انا ما بعش بدي اقلك هو يعني مش لطيف اكيد الكلام بهذا الموضيع بس بس كيف تطلب المسارع مش بطلب هيدا الشي اللي بيصير عادة الفنايان بياخد لا بس كل الليبنانية بس يطلعوا بيتلفزيونيات الليبنانية ما بيقبضوا الليبنانية اللي عايشين باللبنان انت بتطلب تيكت او بتطلب مصاري على الحلقة طيب بدك نحكي honestly طيب انا بطلع انا اعتبر ان فنانة لبنانية عايشة بمصر او فنانة لبنانية مصرية او رفر مثل هردك تقوله اقوله انا بمصر اعمل معاملة المصرية اي برنامج بروحو بتعمل معاملة المصرية فبدي انزل على بلدي ما بدي اتعمل بنفس المعاملة لا بمعاملة المصرية بمعاملة المصرية اللي بينزل على لبنان انت جايبني من مصر انت بش جايبني من لبنان انا طلعت على الام تي فيي ببرنامج على الام تي فيي لما انكنت بلبنان واصلا ما طلبت مصاري حتى ما فكرت لان انا دي اجاب لبنان عرفت اليه كيف اوكي منطقيا مطبقيا انه انا باعرف انه هيدا السيستم بلبنان بس انا هلأ بمصر عاملني معاملة المصرية متعملني معاملة اللبنانية بس بسيطة يعني ما فيها هي مش على فكرة المساري هي على فكرة المعاملة بالمصر انا اعتقد اني معاملة بالمصرية كأي حدا مصرية انا هون بتعامل مثل مثل مصري ما في فرق ما بي ميز بين اي حدا طيرين او حتى تونسة او حتى مغرب او حتى شونة انا ارجع على الاوأل شغل اعتليها هي انك عملت انترجو مع فارس كارم شو بتتذكري من هيدا اللحظات وقت شفتي فارس شو بتذكري؟ اي كيف كان الانترجو كان كتير جنتي فارس كان كتير جنتي وبوقتها بضمن الحوار اللي كنا عمنا عملو حكينا انه انا شو بتاع يعني انت شو كذا وانه انا بغني انه انا من انا صغيرة ما بعرف شو هيك اخذني ع ستوديو الفان اه فعلا هو اخذني على ستوديو الفان لحتى قدم وبعدين ما بتذكر شو عاد صار معاد قدمت يعني معاد تقدمت معاد تقدمت سيمو اسمر مع ابليك لا لا انا معاد ترحت وسيمو اسمر شفتي شفته طبعا شو قليك ما قلت لك شو قليك نعم عنديك ما هوبية نحن نعرف نظرته قدي بتكون قاسية بتكون قوية لا كان كتير جنتي كان جنتي ايه كان كتير جنتي كل شفتيه كانوا جنتي لحد تتالى عنجات كانوا جنتي انه ما في يعني بكباس ماياد ياب جنتي لا جنتي بالعكس نحن نقولك كنتنا اصحاب بفتنة كنتتو اصحاب اصحاب مش اصحاب اصحاب بس اصحاب صحفية مع بي ار بمترح كنا كتير علقتنا منيحة كتير علقتنا منيحة بعدين جعلت تقيت بفارس بعد فترة وقتها صرت تتغني وقتها ملتعينا حتى ماياد متقبلت انا ويها بس هالقارك دام شايفي فارس من وقتها من وقتها ايه طبعا واصلا اي داوت انه هو يكون مذكر هيدا الموضوع مين اخر بلا فارس ذكرته قوية مين اخر هيك انا بقولولي وهك بسمع مين اخر فنان لبناني شفتيه اخر حدا شفته بحس فنان اكيد مش فنانة بتحس فنان مش فنان انا ذكرتي ذكرت سمكة هلق بقابل كتير ناس مش عارفة هلق مش جايب راسي اخر راسي السنة كان عاصل حلينة تقابلنا بالمطار راغب علامة متقابل كتير كيف يكون اللقاء تري 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 تاب اليوم دولي شاهين بتحط حالة بالصف الاول حد اسامي النجوم اللبنانية يلي هني معروفين لبنانيا ولا بتصنف حالك مع المصريين ما بصنف حالي بمطرح انا فنانة عربية انا لدي منا وين بوين بوين بس ان دايما في ناجم يبقى شهرته الأقوى بمطرح معين انا طلعت من هنا يعني مثلا واق الجسر هو ناجم لبناني ولكن يقال انو نجاحه بمصر و هو بيقول هيدا هيدا حقيقة اكزاكلي دولي شهين وين بتلقي نجاح؟ فنانة لبنانية ولكن النجاح من مصر اكيد انا اتولدت بمصر لبنانية معتوك هيدا اذا بنا اقول يمكن شوي الشرقة الي عطينا للغاب او هو تؤثير منك اصدك الاهتمام يعني ايه او هيدا المشكلة انه ما بعرفش المشكلة بالزبط بس المشكلة انه من اول ما بلشت وفيه هجوم غير مبرر من المجلات اللبنانية يعني اغلب الاشياء اللبنانية انت بنايت علاقة غلط ولا كيف صارت؟ لا انا حتى ما كان بعد بلشت يكون في علاقة اولا انا بفجأة لقى التشد براس تبعي يبعت لي ليك فلان شو قايل وليك فلان شو قايل وليك والتهامات كانت كتيرة يعني مش شوي حتى مثلا كان فيه موزاعين ما يستضيفوني يستضيفوا ناس تحكي عني ويحكوا عني كمان بطريقة مش لطيفة عرفت عليا كيف او مثلا يستضيفوا الفنانات اللي اشتغلوا فرضا مع خالد يوسف يستضيف فنانة طلعت بمشهد مش كانت بطلة مثلا بفيلم مثلي وعراضيا هيك بالنص شو رأيك بيدلي شاهين فتلاقي الانثر مش لطيف مثلا اعرفت كيف ما بعرف ليه يعني انا ولا مرة ولا مرة جربت اعرف ليه بصراحة يعني ما فرق كتير معا نحنا بلبنان او اذا بديك حتى بالعالم العربي بيحطوا الفنانات بخانات يعني هول كفوري ونجوة وهيك هيفا وهبة ونانسي ويمكن اليسا وحدا دولي اذا بأي خانة مين تشبه انت مين بتشوفي حالك تشبهي لا انا ما بحس انت حالي بشبه حدا لانه انا الممثلة بس هني هني كروبيت صح بديلك شغلي الستايلة اللي انا بقدمه بالفن عموما اللي هو انا بغنيه بمثل نيكول سابا يعني اذا بديك بشبه حدا اذا بديك بشبه حدا بديك بشبه الفنانين طبع زمان بتمنى يعني طبعا نيكول سابا سرين عبدنور حكينا حكينا ممت وواقع ما بيغنوا بالافلام طبعاتهن ما بيغنوا بس عنده بمطرح معين بمشروط انا شرط من اهم الشروط عندي اني غني بالافلام طبعاته انت بتشارطي على هدا طبعا هيدا بالنسبة الالي جدا مهم لانه انا برجع وبقولك من الفنانات اللي كانت كتير حس انه هدا شي واو انه واو اللي هي عم تعمله ان كان صباح وان كان سعاد حسني كانوا يغنوا بكل الافلام هيدا هيدا التراند اللي انا بحبه هدا الستايل اللي انا بحبه بحب الفنانة اللي بتمثل وبتغني اللي هو الغناء اساسي بالنسبة الالي طبعا انا ما بقدم اعمل اذا ما كان فيه اغاني يذكر انه بلندن درست موسيقى ليش اخترت الدرسة مثلا بلندن مثلا هلا انت بمصر مصر معروفة ادي مهمة موسيقيا حتى بلبنان في الكونسرفاتور الموسيقى لي رحت على لندن وخاصة انه موسيقى غربية لا انا درست نظريات ما درست يعني مش درست مثلا اغنى شرقي او اغنى غربي بعدين درست بلبنان صلفاج وفوكاليز غربي وشرقي بلبنان بالكونسرفاتوري بس هو انا لما سفرت على لندن جاني انه انا فعلا ادرس موسيقى فاكيد ايود دوت خاصة انه هيدا كان حلم من احلامي انه انا كون فنانة انه ليس لدي فنانة كيف كان معارض تماما لفكرة الفن دول يا شاهين Gasot ستخط حلائى مطربة او مغنى او استعراضى او اى معنى اي طرير ايه طرى بغنى httراض بعمل استعراض وتمثيل وبمثيل تحول تكوني الشاملة 재man تحب طبعا كتير اليوم عم نشوف انه العالم عم بتحب شوي الاغاني يلي شعبية او الاغاني يلي موسيق تهينة يعني صاروا بينابشوا على الموسيقى اما بينابشوا على الكلمة موسيقى اللي بترقس اكبر بتتبعي هيدا الستايل عم ترحق هيدا الموضة لا انا هلأ بناطرة عرفت انا ما عملت ظنية باخر سنتين اللي هن كان اكتر شي المهرجانات والاغاني الشعبية هي اكتر حاجة موجودة ما عملت شي كيف شفت الاغاني اللي نزيت مؤخرا اه ناس حبتها مين عميرفتك على الساحة مين عميرفتنا ام ان كان يعني عربيا يعني مين اخر مرة سمعت اغنية وعلقت عليها قلت او حلوة اغنية اسئلة صعبة مفهمة اسئلة كتير صعب ما هي المشكلة ان كلهم اغاني مهرجان وانت عميرفت عليها يعني ما انت بان سيم ستايل مثلا بنت الجيران اغاني محمد رمضان اه نوال الزخمي نزلت اغنية اه في كتير اشخاص نزلوا اغاني ما بعرف يمكن عشان دوشة الاغاني المهرجانات دي فالواحد مش عارف اصلا او في اغاني تانية نزلت ولا لأ مش عارفة ليك انا بالنسبة لي اغاني المهرجانات يعني كلها زي بعض ما بحسش ان فيه واحد يعني ما المزيكة واحدة والخبط اللي فيها والرزع ده واحد فببعدت رأيي وان ما عندي شي يقولو عنو وقت حكينا عالصحافي قلت ما بتاقي حريك صحفي بس انت قدمت برنامج مسابقات مين بيقول الحق تب ما هيدا مش مسابقات هيدا كان فنة ومسابقات وكل حاجة بها نو داوت انو اي كان دوت يعني اكيد بقدر استغل دراستة او الشي اللي اتعلم اللي اخدتي الجزء البسيط ان استغله الى جانب الفن بان اعمل برنامج لطيف ولكن مش موح مش حق يعني نعرض عليه برامج محق وقلت لهم اكيد فيه باتر بيبل يعملوا هيدا الشي يعني اكيد انا فيه احسن مني مليون بريزنتر عن جاد هي شغلة اعلامة انو تحاور فننين انا مشتحين حاور فننين انا مشتحين حاور فننين شو دي قلولي انا حر اذا اختياري اي بونت اكسبت انو انا بطلع حاور فننين ما بتقبل تحاور فننين ولا بتخاف انو هن يجي الرافض منهم لا ما بتخاف من نين نحن نعرف انو الفننين ما بيضعوا مع بعض الفننين ياخد مساري اصلا لحتى يطلع بأي برنامج ثم احدا بيرفض بيمطاريح معينة مطاريح معينة لا مش وين مكان بيقبضوا مساري لا وين مكان طبعا وين مكان او معدها بلبنان بس المصر بينزل على لبنان العربي عموما بينزل على لبنان بياخد مساري طبعا اول اغنية لقليك شو كان اسمها ممو عيني ممو عيني بأي لغة مغربية صح من المغرب مش هتبعدت عن النون المغربي ليش وليش اخترت اول اغنية تكون مغربية ليك هو انا ما بعدت مش فكرة انو انا بعدت هو فكرة انو انا عملت ممو عيني ممو عيني كانت فكرة اصلا بودين عم اللي هو موزعها يعني وانا برضو لما سمعتها سمعتها الغنية كتير مهضومة وكتير حلوة وكاني تلميكس ما بين المغربة والفرانسية وهذا شي كتير برضو هيك كيوت كان بالنسبة له كان شي جديد على السيحة حتى وكان ما حدا بعد فكر يعمل هيدا الستائل من الاغنية فأي اغريت طبعا على طول عجبتنا الغنية وكي لتصدوت وخاصة انو اول اغنية وانا من الناس اللي بحب الاختلاف والتنوع يعني بحب انو ايه بليش وكونوا مختلفة عن الناس كلها مش شارط لبناني فأعمل غنية لبنانية فمعتها ردت هلا بعد هيك اكيد بعد ممو عيني على طول انا جيت على مصر الاغنية ما كان الا شهر نازلة وطلبونا لصور فيه المويزة فهو هيك ربنا اراد يعني مش هيدا مش ارادتي انا الشخصية مع خالد يوسف ربنا اراد انو ايه صحيح فربنا اراد انو انا من هيدا الغنية المغربية اصلا انو اجي على مصر وبعدين نقدم اغاني مصرية طب وقت جيت على مصر شفت منوية رمضان كلها سوا شفت اغاني عم تنعمل كنت السنة وين ضلي لا انا مش عملي شي برمضان ليه ليه معنشو فيك لا بمسلسل ولا بأغاني ان شاء الله بعد رمضان بمسلسل اعم تحضر الاشي اعم في شوية في فترة غياب قطعت فيها مؤخرا لك كل شي بإذن الله يعني فيه اشيات انت ما بيبقى عندك لإجابات يعني فاكيد انا مش كل شي بقدر جاوب عنه فيه افزن داونز عطعت فيهم بمسيرتيك فيه مرات كنتي فوق 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 مرات انزلت الى تحت يعني كل فينا بيقطع لك خليني اقولك انو كمين ما بقدر اعرف لانو حتى اللي صار معي انا ما بعرف يعني بالضبط شو اللي صار معي بيحس اذا وهجوا موجود ولا خاف خاف انا يعني انا بقدر اقولك انو لما بنوجد بمطرح الحمد الله سيم امباكت على الناس بيبقوا مبسوطين بوجودة بنفس الطريقة بس اكيد فنيا انا مش موجودة مثل ما كنت موجودة قبل هلأ ليه ببقدر جاوبك عن جد شركات غياب شركات الانتاج اثر عليك اكيد طبيعي اليوم انت عم تنجي بي نفسي انا طول عمري بنتج لحالة بالموسيقى انا طول عمري حتى هلأ لأغاني طبعتي اللي عم تحدي بس كان اوقاتي كون فيه مثلا لا نبرا ولا مرة الكريب او انا توتن وقت يكونوا مثلا باي ميلودي او او هول ولا مرة كان باي اي حدا فقط محطوط اللوغو بس بينحط ليش انتاجي طول عمري بفحد حدا يتحكم فيي انا بقدم المتيريال اللي انا بلاقيه مناسب اللي انا نفسي فيه من الاول خطوة من الاول خطوة من اول خطوة مم معيني كانت انتاجي انا الشخصة كلاب واغل طب مين بمعولك بيشتغلوا بشتغلوا من البدايات من البدايات طبعا اكيد الحفلات هلأ اكيد فيه وباء اي هلأ طبعا بس انه صار فيه شوية حفلات صار فيه شوية رد كاربت فيه ناس اخد يتنقد يعني مؤخرا على هذا الموضوع خاصة على راس السني انت كنت اخذ خطوة انه تضلك بالبيت ايه طبعا ولا هي حجرة الوباء لا لا اكيد ليه كنت خايفة انا عند بنت اكيد لازم خاف عليها يعني اذا ما بدي خاف على حالي اش بقولو طعبي بش مهم خاف على بنتي خاف على بنتي اكيد ياللي هي اذا ببقرة هلأ هون هاي دي الصورة اللي معلقتيها بالبيت ب2-6-2010 تغيرت حياة دولي شو المسئولية اللي اخدتها دولي يعني متى كأنه واحد كان شي صار شي لا متل ما انا متغير فيه شي بس صار فيه هيك بني آدم بيحبني وبحبه من دون مصلحة وهيدا اعلى شيء ما في مسئولية في مسئولية طبعا حياتها كلها ماعتمدة علي هي كلها ماعتمدة علي واحدك هذا الشيء كتير عظيم بايا الله يطول بعمره شو يعني ما بيهتم فيكن مديا او فيا على قليل انا مني بحاجة حدا يهتم فيا فيا بنتي مسئوليتي انا لا بس هي كمان بتكون مسئولية الباب واذا؟ انا ما بطلبشي مسئولي انت رافضة ولا هو ما فيه؟ لا 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 انا وانا رافضة ولا بطلب أصلا يعني انا بالنسبة لقليل هي بنتك فأنا من طب توتو يعني ما عندي أبعالينين يعني كيف علاقت بنتك بيبايا؟ النطيفة بيحكم عبعد بس؟ وما بيزوروا بعض ما فيه عادة لما بننزل علبنان اكيد بس هو لانو عايش في لبنان نحن عايشين هون وانت انا شو خصني بس في كتير مطلعين بيبقوا أصدقاء في مطلعين خلص بس في انتهكل شي بانتهكل شي اي خلص انتهكل شي طبعا اكيد احنا بيجمعنا نور يعني على علاقة لطيفة بما يخص نور انما نحنا ما خلص انتهكل شي اكيد طيب اليوم ليش دايما بنحكى دولي جوزت دولي طلعت ويجوزوك ويطلقوك جوزتك كم مرة جوزة دولي مرتين مرتين وخلص وخلص يعني هلا أنا مثلا وعندما كنت عام بعمل شتورت بلعت معي مجوزة شي خمسين مرة لا هلا اخر شي هلا انت مجوزة انا جايرة عندك انت مرة مجوزة بدي بركريك مرسي يا حبيبة تايكيبا انا جايرة عندك انت مجوزة يعني مانيكا لا لا سنجل ايه سنجل انا جايرة وطلقت 500 مرة على السوشيال ميديا وعلى السحابة ما بدي بالاشعاب بس اخر مرة انه زوجوك وحطين اسمه يعني حطين حطين اسمه كمان اه كمان هلا مش مأيد انا اسمه بس انه شفتهم هلا بس عرفت انه مش مضبوطة الخبرية لا 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 فاهيك دايما هيدا الاشعات بتلحقك ايه بام عارف بحبوا يشوفوني مجوزة بمعرفة حبوا يزوزوني ومعرفنا لين وعلمات استفهم كتير يعني وقت كنت عم شوفها دايما حول ديانة دولي شهين ساعة بنقول دولي شهين اسلمت ساعة بنقول دولي شهين بعدها على مسيحيتها بعدك على ديانتك ليش اليوم بتاع تقبري بعده هيدا التبوت دين واحد شو ديانته واذا اسلم هلا انه يمكن قاعدة بمجتمع ببلد يمكن مسلم اكتر من مسيحي بيعتبروك انه يمكن خيارت دينك لا هي الاشعات ما طلعت من هون من وين طلعت طلعت من لبنان داي خلافات شخصية يعني مع حدا من مع زوجك او مع الصحافة او مين دا مش مع الصحافة خلافات شخصية شخصية فهو هنه هو طلع لك اشاعة اف اي عادة هي ما كانت من اشتغل انه يحارب بده لك شغلة اي طبعا كتير اكيد بده لك شغلة هلا اكيد بصير فيه بيتحيرى بالفنين اكيد انا تحربت نجح بمحيرابتو لعليك لا طبعا اي ما تحسيت حالك مع او تصير مهزومة ما بينهزم ابدا اللي معه حق ما بينهزم ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها ووقع فيها طبعا ولين ربنا ربنا ما بي اكيد الله ما بيرضل ازل حدا هدا الشي اكيد وخاصة لما تكون انت ما عم تقذي حدا يعني انا ما عم بقرب منك ما تقرب منك فربنا طيما بالمرصاد اكيد اكيد طيب شو سر انه بيوم من الايام وعيته بديك تعتزلي وصيرت قدمي صوتك للربكة لا انا ما وعيته من النوم وصيرت برديك تعتزلي انا كان عندي مشاكل كتير كبيرة بالبيت وكنت انا شخصية محطمة جدا ما عندي الابلتي انه ولا رد على التلفان وكون لطيفة مع الناس ورد بأدب وانت فيها اي مرحلة باي مرحلة بش كيف يعني يعني بشو كنت قاطع دولي بالمشاكل الشخصية بالمشاكل الشخصية لا مش لا ليك انا اكيد انا شخصية قوية كتير يعني اكيد حسب ما شفت هنا انو معنف ايه معنف اسم الله عليك لازم يطالبوا بحقوق مني لا مش هيك هلا ما في شك انو بقلب البيت بصير في يعني بين اي رجل وزوجته بصير في كتير مشاكل هلا انا مني مستضعفة ومني شخصية ضعيفة اصلا بس يمكن فيه رجل بوقت بس يمكن فيه رجل بس يمكن فيه اي دو ماد اي ماد اي لا 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 هي الطلعة الاولانية بتخلي تحدد اذا هيدا الشي بيصير او ما بيصير اطلعة الاولانية لما الانسان الادامك يعرف انو انت شخص قادر على الرد والمواجهة هيدا شي ما بيصير بيناتك كن مستحيل يعني الرجل ما بيستضعف المرأة الا اذا هي سمحت انو تبقى ضعيفة في المهم الجديد صح بس كان في منزل مش عنف منزل او هيدا design مش عصص مش 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 متوقع مش 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 متوقع مش 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 متوقع يعني بين مش 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 كانت المش لا غيري يعني مثلا او شي خاصوا بالوسط الفني او مين بينجح اكتر مين يعني شو بشي كتير ما هي بس الدرجة الاولى لك عم بتبكيني خلص لك عم بتبكيني بلاش تبكي لحي سادقه بلاش تبكي خلص قال هيدا من العنف هيدا كنت معنفة شوه شوه قبل معدر معنفة لا لا يا حروم مرح تقوليلي لا وانا شوه لا انا نسيت اصلا نسيت بتعتبر ليها مرحلة وقت عطية ما بعتبرها شي ابدا تاب اليوم كيف صارت تتعامل دولي مع الرجل يعني اول رجل صرت اقصى بعدك بتعرف تحبي ولا بطل قلبيك يدق صرت بتعرفت شغلي عقلي وبعرف شغل عقلي اكتر ما في حوب حتى لو قلبي بيدق بس قلبي بيدق عقلي مسيطر بعدت عامليها تلت مرة بيخور في الموضوع بيخور ايه انا اقول انه قوية بيخور في الموضوع انه في كتير فنانين شوفناهم تزوجوا اكتر من مرة يا سيدم بتتجوز عشرين مرة مش الفكرة بالزواج الفكرة انه انه مؤسسة فاشلة فعلا يعني فهمت عليك كيف مؤسسة فاشلة فعلا نحن بوطن عربي الرجل متخيل انه هو يمتلك المرأة مش انه نحن شركة مش انه نحن بنمشي الطريق جانب بعض لا المرأة دايما ورا هو الاساس شو ما كانت هي مش مهمة هي اي رجل حبا يتي اكتر الرجل المصري بتتعامل معينك ولا الرجل اللبناني مثل بعضهم لا اكيد مش مثل بعضهم نفس الشي نفس الشي نفس التفكير نفس العقلية نفس الشي نفس الشي لما نبنرجع للرجل الشرقي كلهم مثل بعضهم تختلف اختلافات بسيطة ما بين واحد والتاني على اساس انه البيئة اللبنانية والبيئة المصرية انه مطريقة التفكير صدقني واحدة جاعة خبريني عن الاعتزال ما كفت يلي الوصف بس فكت عم بقطع بظروف كتير صعبة وفعلا ما كت عم بقدر رد على حدا وما كت عم بقدر اشتغيل وما كت عم بقدر اعمل شي فاخدت قرار انه انا انا ستوقف ابرتن هلا هيدا تجويد انه صوت الكنيسة انا طول عمري اصلا مبلشت بالكرال يعني انا وانا صغيرة بعمر خمسة سنوات بالكرال في كتير فناني ناجي قسطة يعني في كتير اشخاص موجودين عملوا تراتير خاصة انت بتخافي تعمل هيدا الشيء لا مش بخاف ما فكرت ولا مرة يعني حتى من يعني ليك هي بدو 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 الفنان اكتر بدو يكون عايش بال بال فمت علي كيف يعني مش سهل انه انا بقدر بمصر بتروحي على الكنيسة بتزوري بتأتسي ملتزمي دنيا ولا بتصلي بينك وبين حارك بالبيت يعني وقت فتت على بيتك شفت الصليب شفت المسيح شفت الصور معلقتها طبعا الى قديسين يعني ايه مرجريس وياسور تعالع صوتك هلأ او انا عم تبكي عم بيلك جسمي نفكر انه انا عم ببكي فعند الاحساس كله انا عم ببكي يعني صعب هلأ ترتيلة هلأ منشوف ما بعرف يالله هلأ دغري هات بعد اللي بعد الاحساس البكي ترتيلة ربتل ترتيلة شي ترتيلة سامعيني شي لأ فينقلك روح زورهم ببيتهم يعني شلق ما في شي براسي حاضر كراتيل صراحة بس على الله ما يعني عببكي ومخنوقة روح زورهم ببيتهم بيتهم بيتهم فقير ما عندهم شي روح زورهم ببيتهم من اللون خلق يسوع بس محسنان هات قرصمس هات قرصمس هو اهم شي بحياتك هلا بما انه سترتيلة يعني هاد الترتيلة بده تحب كرسمس أوف بتعيش طفولتك بكريسمس بعيش كل شي بكريسمس بعد فيه طفل جواتك طبعا بعده موجود؟ او الحياة تحليك تنسي هذا الطفل؟ لا، بعدنا صغيرة، لا، بعدنا صغيرة ومراح أكبر، بعدنا ببيبي، أنا من عمر بنتي بالضبط منلعب ومننط، وتلاقيني بجن وبيجي العين هل تخاف من هاجسر عمر؟ لا، أبداً هل عمرك معروف للعالم او لا، مخبيتي؟ هلأ، في ناس بتعرفه، في ناس بتكبرني، في ناس بتزغرني، كل واحد بمزاجه، لا تهم أنت بتزغري حالك، ولا بتقول لي عمرك مصبوط؟ أنا من أكبر بحياتي، لن يصير عمري مئة سنة كيف عمرك؟ 35 بتقول لي عمرك هكذا عادية؟ طب، كيف المشكلة؟ مبين علي،؟ مليون مبين، اوكي، ممعين؟ أنا ماقف شي، لكن أقوم أروح ماللا، تادي شود الآن، العالم اللي ممكن تسمع فيه ناس راح تقول لا، هلأ، هلا، بتقول 35 على الإعلام هو، طب، 55 طب، 75، طب، حدً، عادة، حطوا لي العمر اللي هني بدونيين يعني أنا وين ما بمشي بالشارية تلجأ إلى التثبيتات يعني الفلور البوتوكس متل ما بيعملوا كل الفنانات ولا شيء لا 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 أنا بحب لما يحط لك صورك عوقات بفور عند أفتر هل تتضيق؟ لا أبداً ما فيه لأنه بفور عند أفتر فيه لك بتغير حواجي تغير حواجي مكياج طبعاً أكيد زمان حواجبه كانت رفيعة طبعاً لأنه كانت الحواجب رفيعة المكياج كان مختلف اليوم المكياج كثير تغير بس عادي لما منزل حتى أنا اليوم إذا بدي طلع صورة من نويجا مثلاً اللي هو أول عمل أنا عملته من دون مكياج وطلع صورة لقالي اليوم من دون مكياج الفرق ماشي فرق ماشي فرق غير بسيط بالطبع اللي هو طبع العمر طبيعي يعني مع أنه كتير ناس اليوم بتشوفني بقولوا لشكلك أصغر من قبل يعني عادة مع أنه طبيعي نحنا مكبر وشكلنا بيتغير أنه أكيلت أنا هلأ شكلي مش مش هيكون كوبي كونفورم بشكلي أنا وعندي مثلاً خمسة عشر سنة أو عشرين سنة استحيل خلينا روح معك شوي لمشاركتك بعمل درامي بلبنان شاركت بلقاء وما رجع تكررت التجربة اللبنانية ليش؟ لأن كانت أسوأ تجربة بحياتي كدراما يعني؟ لا كتجربة المسلسل كانت كتير حلو كتير حلو كتير استمتعت ونجاح فخورة فضيعة كانت دور إمة بفضيعة كتير استمتعت فعلاً بالمسلسل ولكن كيف كان تعاملك مع المنتج؟ هايدي هي الكارثة هايدي الكارثة كان في كوارث إنتاجية صراحة وبعدين بالآخر كملت أنا الإنتاج أنت كملت الإنتاج؟ ايه لأنه هي عملية نصب كتير كبيرة كاين ورابر ما علينا خلص موضوعه صار بالبسام ما قاله الزوغة بعده موجود على الساحة الموجودة ايه بعدهم موجودين كلهم موجودين نصب عليك؟ ايه طبعاً هاي اليوم فيه شركات ضخمة عم بتفوت بالإنتاج منهم السباح ومنهم إيجر فيلمز وفيه على الطريق كذا الشركة عم بتأسس نفسها وعم بتبين إنه موجودة شو ناطرا؟ شو العرض إنه ترتيه من المنتجين لبنانيين؟ يعني ليش بعد ما صار فيه عرض؟ بفكروك إنه أنت بترفضي؟ بفكروك أجرق عالي؟ شو بيفكروا؟ كيف بتتعامل الإمار؟ لا أعرف ما عندي فكرة ما بقدر جاوبك أنت ما بتحرك شيء ما بتقولي أنا رادي؟ لا لا نحن نعرف إنه الواحد لما يكون بعيد كمين بيغيب عن الفكر يعني كيف بدون يضانوا إنه كل الوقت مشغلين رأسهم إنه أنا في دولة لو إذا أنت ما بتعملي كونتاكت أو ما بتعملي أي أقتصال إنه مش عيب عيب الفنان لا مش عيب بس يعني ما بتجي براسة ما بعرف ما بيجي براسة حتى هون أنا ما بعمل هيك يعني ما بتجي براسة عيقوة دفلو بهمين قصدي بالنسبة لقلي إنه جات حاجة حلوة أوكي ما جاتش برضو أوكي يعني مش حنسمع أغنية لقليك ونطلع نحنا وياك برايك ونرجع على نتابع حلقتنا ناس بدي أرجع أول صباح الخير من جديد لكل الأشخاص يلي عم بيتابعونا عبر إزاعة صوت كل لبنان وراديو تمورو بي أستراليا بدي أقول هاي منو جديد للنجمة دولي شاهين أول شي انت مورنك برسن؟ لا لا هيدا اللي اكتشرفت انا نايت برسن نايت برسن اي افترنون اتي نايت برسن بتوعي ساعة سبعة؟ لا اتنين ونوص ساعة سبعة؟ يا دل انا وبنتي مين بديوا يهتمتيا؟ تخبروا الحقيقة اتنين ونوص والله ايا ساعدة قلت لك باديك نايمة اليوم اليوم بريك اليوم بريك نايمة ما فيه مدرسة ايا انا اليوم بريك نايمة ما فيه مدرسة يمر او بليك انا بريك نحنا برمضان كيف ستعيشي بمصر؟ ايا زي كل مني يعني يعني بكون عندك اطارات بكون عندك صحورات ويكون عندي كل شيء، شيء مرة شربت تصومي على رمضان معهم؟ لا، لا، أنا أصلا بوع مأخر آه، أوكي، يعني أنا حتى بصيامنا ما بتبعي أني صايمة ما بتعتبري أنه هيدا صيام، وبصيام المسيحية ما بتصومي أنا بكون نيمة، فبدأي ربحوا جميلة لأ الله أنه أنا من 12 إلى 12، طب أنا نيمتهم يعني حرام أعمل حالي أنه أنا صايمة وأنا أصلا بكون نيمة بوع الساعة ثلاثة بدي أحكي معك شوية عن لبنان، لبنان الوطن اليوم أكيد أخبار لبنان عم توصل لك وأكيد انفجار المرفق طبعاً طيبعتي، كيف عرفت بانفجار المرفق؟ وأول شي عرفتي شو عرفته؟ وعيدت من النوم، لقيت حد، أنت شو دي براس بعيكي بيقولي الحقي بسي بيحصل إيه، فشفت الخبر، طبعا رحت تحكيت ماما على طول شو صاير؟ قلت لي بساير شي، بساير شي، بساير شي، أحركين قاعدين؟ بالحدث، بالحدث، يعني أكيد شعروا بالإنفجار طبعاً، الأزاز عندهم كمان أتكسر، لكن ليس أشياء مثل مصار حرام على الناس ثانية فهي ما بدأ تخوفني، قالت لي لا لا لا، هذا شي عادي، مفجار صغير، مفجار صغير طبعاً دخلت أنا فتحت هذه دي، دخلت على المواقع، وأقعد تلفه، أبصه، طبعاً صدمة حياتي تفرشت على الفيديو أفر أند أوفر، اللي هو أو ماي جاد، اللي هو يمكن تاني أقوى انفجار بالعالم لا، أيه، مش ممكن، أو تالت أقوى انفجار غلطة لا تختفر، مين بتنغمي؟ بتتابع السياسة الليبنانية ولا لا؟ تابع طبعاً، تنزل وقت الانتخابات بتصوتي ولا لا بتعطي صوتك؟ لا بتعطي صوتك لحداً، لماذا؟ ما بيستاهله؟ طب كيف بتكون تحسنوا وطن؟ كيف بنا نحسن؟ أنا ليش بدي أختار نفس الناس، أوبر أند أوبر كل مرة؟ ليه؟ أثبتوا، لا تختاري نفس الناس، لكن ما بدي أختار؟ في اليوم ناس عم تنزل من المجتمع المدني من عدة وجوه جديدة؟ وين؟ بولا يا عوبيان، مثلاً؟ دعم أنا تابع ناس، أنا مين تابع؟ لا، ما نفوت كثير بالسياسة لأنه تابع ناس تنين، أنا لما ينزل ناس جديدة، ما تابعين حداً، غير محزبين فعلاً، حقيقين مية بالمية، ايه بنزل ساعة طب صوت؟ بس نحنا طالما بانضل ننتخب نفس الناس اللي عم نشتكي منهم، أوبر أند أوبر، يعني لا اليوم الوضع كثير تعيس بالربنان، والوضع الاتصادي، شو عم بيخبروك أهلك؟ ما لازم حدا يخبرني، ما أنا شايفة، إذا الدولار واصل لـ 11 و شوية، شو بدي يكون؟ يعني شو يعني، كيف يعني بلبنان الدولار يصير 11 و شوية؟ كيرسي طبعاً، وما حدا ترقيني معه أنت بتعيلي أهلك بلبنان، ولا لا؟ لا، لا مش أنت مسؤولة عنهم؟ أخويا شاب يعني ما شاء الله، لا بس أنه يمكن ما بعرف إذا بتبعتينه أو بتساعدينه، خاصة بهيدا الوضع، إنه ما فيهم يسحبوا من البنك، أو يعني فيه مشاكل، أنت بتعرفي يعني؟ هلأ، يعني، علاقتنا طبعاً جداً فكرت مثلاً بسبب الوضع الأمني لما خفت على لبنان تسحب أمك لهون، جبيت أعظم مستحيل، حرب دموز ما قبلوا يجو لهون، مستحيل، ما بي تركوا بيتهم مع أنهم بمنطقة خطرة شوية، بمطرح معين حتى لو، لم يحربوا ومتركنا لبنان، بنا نتركوا لبنان هكذا، مثل هذه سخيفة تصير؟ هاقصة سخيفة؟ طبعاً، هيدا مثل الحرب اللبنانية، هيدا مثل الحرب اللي سارت حتى اليوم اللبنان بتقول إنه هيدا حرب اقتصادية أقصن الحرب الحرب الناس، أنا ما عشتها، بس أنا أكيد، أنا في أشياء سمعتها مثلاً لما مبي كان شاب وكانت الشباب يتقتلوا على الهويات والبطاية وما ترك بي لبنان، الله يرحموا هلا، بس يعني، بحرب دموز أو اليوم بدون يتركوا لبنان؟ يعني لما كانت الناس عم تتقتل فعلاً على الترقات، ما حدا ترق، يعني لا، 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 طبعاً، يعني إذا كل العالم بتفكر بهذه الطريقة ويتركوا لبنان، لمين بيضل اللبنانية؟ مين بيضل لبنان؟ لمين؟ وبعدين المشكلة الاقتصادية بسبب مين؟ بسبب الغرباء ولا بسبب اللبنانية؟ بسبب اللبنانية؟ بسبب اللبنانية؟ طبعاً، طبعاً، القاضي من الشعب، لكن القاضي جاي من وين؟ من المريخ ولا من الزومبيز؟ مين اللي انتخبهن؟ مين؟ يعني نزل شوية بني آدمين من المريخ انتخبه اللي موجودين في لبنان؟ ما منلوم إلا حالنا على فكرة يعني؟ خلينا، خلينا ننتقل عشيتاري حسيتك كأنه هيك يعني الحديث شوي بيوجع بمطرح معينة أنه حتى الواحد يمكن لو بعيد بيبين قدي بعده موجوع خلينا نحكي عشيتاري عن شي حلو بلبنان، بعدك محافظة على تأريد لبنان، الأكل اللبناني، بتعرفي تطبخي شو كيف وضعك؟ أكيد بيطبخ أكل لبناني بالبيت، أنت تطبخي؟ ايه طبعا، مين بتتعمل بلبناني؟ وبتعمل أكل مصري ولا بس لبناني؟ لا، لبناني يعني، هو أصلاً بيشبه بعضهم كتير لا، هنا بيشبه بعضهم المطبخ البيت، مش هم نحكي عن المطبخ برية يعني إحنا أنت عارف أنه لبنان فيه مطبخين، المطبخ البيتي، والمطبخ اللي هو بتاع المطاعم هنا في مصر فيه مطبخ البيت، بس نحنا مطبخ المطاعم بيعملوه بالبيت؟ هيدا بالنهار لأحد، بس أنت مثلاً عندك كل اليخاني دي موجودة برضو هنا بسلة بالرز، مش عارفة بامية بالرز، فصولية بالرز، بغري على بتيني مصري، مش قادرة بيقول لك أنه لازم يقطع معاشي، ما بقدر سيطر على الثاني، يعني كل هول، حتى الملوخية مثلاً هلأ بيعملوه بطريقة مختلفة، بس بالآخر ملوخية وسمتها ليكيب؟ هلأ أنا طبعاً بعملوهم بطريقة اللبنانية، ما بعملوهم بطريقة المصريية شو قصة خلاف دولي مع والده؟ الله يرحمه، ما في خلافه الله يرحمه، بس بيقولوا أنه بوقت كان عايش، أنت بتقولي أنه رجع مات ومترد عليك بس بيقولوا أنه بوقتاً كان عايش، ما كان في اتفاق بينك وبينه، ما كان أنا وصغيرة، أنا وصغيرة، ببداياتي كان من وراء الفن والغناء؟ البابا اللي يرحمه، ما كان بيحب البنات، العقلية الكتير القديمة، ما كان بيحب البنات وأنا لما نجيت، عملنا معاملة الولد، يعني كل التعامل اللي في البيت كان أدولي دي ولد حتى أنا كنت مصدقة نفسي لغاية لما بقيت 12 سنة أنه أنا ولد، رسمي، وقصة شعري، وتعاملي، وبلعب مع الصبيان في الشارع، وطوم بوي تعنيك صبي؟ أنا كنت مصدقة، يعني أنا اكتشفت أنه بنت لما على التين ايج، لما ابتدى يبقى شكلة بنت، إنما قبل هيك تنعى أنه أنا صبيبية بالبيت عارفت، عارفت، فحصل الجمب اللي صاريت ما بيين أنه أنا صبك العمري وفالت بالشارع، مثل مثل الصبيان، ورئيسة أعصابي، وضبوني لأنه صرت بنت، عملت لي شك، شك نفسية كتير كبيرة، فشخصيتي قوية بقى رؤب كان قاسي معك؟ لما صرت بنت، طبعاً ما يعني كان قاسي؟ كان ممنوع الضهرة، ما لازم ترجع بكير؟ نحبزت بالبيت، لأ، الضهرة تشوف بقى وتدريع بكير، فيش هيدا الحديث مم لوكداون دايماً لوكداون كنت مثلاً من الولادية اللي تربوا بطريقة قاسية؟ الأول عشر سنين، لأ، تنتصب بعدين؟ كنتصبش، نداشر، بطرقات، بعدين، بعدين عم بحكي، بعدين صار فيه أساوة جداً ما هي الأساوة؟ صار فيه أنه قتلة أو هيك؟ كل شيء، كل شيء، نحبزت بالبيت، وصارت، وأنا طبعاً لأنه أول عشر سنين كنت تربى بطريقة مختلفة، فشخصيتي القوية رفضت هيدا الحبس، فعملت كمان ردة فاعل، كتير عنيفة سأرجع أروح معك أنا وياك شوي على القصص الفنية، ليش دايماً بيقولوا أنه دولي بمصر بتحارب الفنانين الليبنانيين؟ هاها هاها ها、 ما قد؟ ههول عناوين أنا مجيبون من عندي، هول عناوين، يعني تبا كون عم ألف شي من عندي هول موجودين فيه، بقلت، عملت ريسورش على جوغل، وهيك شفتنا هالعناوين، شفتنا لأسيلا كمان بمرات متروحة عليك اه انا اتصال مرة من النقابة ليقولولي انه مجموعة فنانات لبنانيات ربحين عليك دعوة بالنقابة اوف نقابة مصر نقابة مصر ايه ملصها الاد من هاني شاكر يعني ولا قبل زمان زمان نقابة الممثلين شو رفعوا دعوة ضدك اه لا مقدمين شاكاوي شاكاوي مين هو الفنانات لا ايضا لا ايضا لا ايضا هنوعهم معروفين حسنا يعني اللي اشتغلوا بمصر ماحدا بقدر يقول محدرا بقدر يقول انه قللي حاربت حدا لان انا so day one بتحاربوا بيكتاين اوك جلسا وقريبة للاساة لات هايفا وهبة هول الى اشتغلوا بمصر مياه وحية نور ما سألت وحية نور ما سألت مم بس النقابة لست يا حتى بس يبدو salut ما تقصر عليهم؟ ما تقصر عليهم؟ لا، كثيراً نسكرتهم الباب، نسكرتهم الفرص إنه مصر كثير كبيرة طبعاً إذا عيني مهرجان فيك تلفيهم، يكونوا عمليهم بالحي الثاني مهرجان ومفاولينه مظبوط ما تقصر عليهم؟ النجوم مصر كثير مظبوط هم هل أخذتهم النجوميات؟ لا أعرف، لا نسألهم، لا أعرف أبداً، لليوم في فنانات بتنسأل بلبنان عن مين أحسن فنانات لبنانيات بمصر وطبعاً كلهم ما حدا بيفكر إنه بيستثنوني دايماً ولو إنسألوا عن دلي ما زارف صحي، منتجة العمل لابتسام المكي استبعتتك، لماذا؟ لا، أنا كنت ضيف تشرف بالفيلم لماذا يقال إنه كانت دور كتير أكبر وبعدين هتوك ضيفة شرف؟ لا، أنا كنت ضيفة شرف، وعقدة ضيفة شرف يعني ما في خلائف، ما في استبعاد، كيف كانت تعمل؟ لا، عادي، أنا دور كتير، خمس مشاهد أو لا؟ طب اليوم ليش صحافة بتنبش إنه تكتب استبعدوا، عملوا لها؟ إنها أسيا مصيرة وحلوة مصيرة وحلوة ولا بتجيبك الرأي، يعني؟ نعم، ما هي هيك، يعني؟ يزدعجوك؟ بس أنت ما عمت بتكاثبيون دولي؟ بيفرق معي لأنه عادي، البوزيتف والنيغاتف فبليسيتي، يعني أنه هي مفيدة بالآخر يعني، اللي يتحدث عنك، فإذاً أنت موجود، بس، أوكي؟ وخلافك اللي بيقوله مثلاً فيه خلاف مع ماروة، كمان فيه خلاف؟ عمري بحياتي ما كان فيه خلاف بينه وبين ماروة، على شو؟ ما بعاري، مستحيل، ولا ماروة طب هو عناوين بيتألفوا يعني؟ أكيد بيتألفوا، أو في حدا حب يقوله، أو هي طالع بالها تقوله، أو حدا طالع باله يعمل بروباجاندا، لا، أعلم، بس بينه وبين ماروة، ولا مرة كان فيه خلاف، أبداً هيفا وهبة؟ أصلاً ما اجتمعنا غير بفيلم تتح، وما كان فيه مشاهدة بتجمعنا هيفا وهبة، بدنا نتحدث عنها، لأنه رأيك بالماضي فيها كان شيء، بدي شوف شو صار رأيك اليوم فيها ما بيتغير رأيك شو؟ بعضها صد جميلة جداً بس أنت بتقولي أنه ما كتير، يعني، وقتها شاركت بفيلم بحر النجوم، بتقولي ما كتصح الفين وما نجح الفين لا، ما بعرف، أنا ما كنت بوقت أنت هيدا الحكي أنت قلت بمقابلة، الله يوفق أنا ما شفت الفين أصلاً لا، 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 ما بعرف، أنا ما شفت الفين، ولما هيدا الفين ينزل، ما كنت ستراني بس هيدا مقابلة معمولة معك على التيفي؟ لا، مش على التيفي، مكتوبة لا، مش مسؤولة كل شيء مكتوب، يعني أنت مش عائدتي؟ أنا هيدا مش قيلته، يعني، لك أنا مشوفة بنت كتير حلوة، تسألني عنك فناني رحليك، 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 رحليك بذكرك شوية أنه الله يوفقه، سابقاً شاركت في فيلم بحر النجوم ولم يكتسح أحداً، فيلم خالد يوسف هو الذي يكتسح وليس أحد غيره بصرف النظر عن الأسمان وشارك فيه، فيلم بحر النجوم لم يترك أي أثر بمصر مع أنه جامع خمس نجوم كبار لا أعرف، أنا محضرة خمس نجوم، بحر النجوم، بس أكيد فيلم خالد يوسف هو اللي بيربح اليوم كيف تشوفي هايفا كممثلة؟ مهضومة، بس أنا ما بمتبعها كيف هيدا؟ أنه هي مهضومة، هي كسد، يعني أنا عم بحكي عنا كفنانة أو كسد موجودة أو هيك، كتير مهضومة، كتير مهضومة، كتير حلوة، كتير موت كتير حلوة ما نفسك هايفا؟ ما نفسك هايفا؟ ما نفسك موجودة؟ طبيعي أكيد بتنافسك؟ بتحسي أنه بتنافس، بتمثل وبتغني طيب، لا أنا ما بحس أنه، أنا ما فكر فيهم أصلا هول إشياء، يعني ولا مرة عتفكرت مين بينافس ومين ما بينافس اليوم مين النامبر وان اللبنانية بمصر؟ شو سؤالة إيضا؟ لا أنا شوف مين النامبر وان اللبنانية بمصر؟ ما في نمبر وان، في حدا بيعمل فيلم، بينجح، بيجيب إرادات عالية، في حدا ممكن، ما يسعفوا الحظ، فما يجيب إرادات حلوة، ممكن الفترة اللي فاتت هاي دي كلها، مبدئيا، يعني باك تقول كلنا ما شتغلنا، عادي يعني، هوليس آخر سنتين بظروف كورونا، تقريباً كلنا، ما في حدا عمل شيء أو حتى عمل شيء مهم يعني، من وجر مم، ما في جاوبات، دايماً هروب من الإجابة، صحيح، ايه، لا، ما فيك، انت اليوم بتقول لي مثلا، فلانة مثلت بهذا الفيلم، وفلانة مثلت بهذا الفيلم، ليه بيجيبون النساء ما بيجيبون رجال؟ مظبوط إنه لأنه البنت اللبنانية بتقدر تعطي الإغراق، يليه، لا، ليه، هيدا زافر العاب دين، من مصري وعم نشتغيل، أيض نصدار، من مصري وعم نشتغيل، في فنان، ليه، ما هو قلال، بس موجودين، بس موجودين، بس كمية النساء اللبنانية تكتار، وين النكتر حرم عليك كلهم 3-4 أسامة شو محسسني النكتر؟ هلأ شوية حتى قدل لا قدل ليل بردو مين الأسماء اللي يعني حتى مثلا حتى تقول لي سينين عبد النور جات عملت فيلم ومشيت مين بدك تحكي عن الممثلات اللي قاعدوا بس سينين عبد النور ما عندها أثر بمصر؟ في رأيك في المواحد لا في المواحد طب ومو المسلسلات؟ مسلسل واحد مسلسلات عربية مشتركة لا تحسب ليه؟ لا لا تحسب ما بيعتبروها مصرية يعني هوا المسلسلات؟ لا تحسب لما يحطوا بطل مصري بعمل يعني بطل التعامل؟ لا 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 يحسب ما بيحضر الشارع المصري؟ ما بعارف بس ما بتسيب أثر زي ما أنت متخيل لا المسلسلات المصرية اليوم اللي نحن بنسمعه بلبنان هو أفر ريتد؟ أفر ريتد بيك تايم طبعا اف طبعا انت عندك يعني المسلسلات اللي انت عم تحكي عنها بتنزل في لبنان هو ده الموجود صح؟ هو ده الموجود بس انت هون ببلد فيه صناعة فيه صناعة كتير كبيرة برمضان وبر رمضان فالأفليم أو المسلسلات الأجنبية اسمها أجنبية هل هي متعامة بحاجات وأنامالية اسمها في الآخر ايه؟ يعني هل لو انا طلعت في فيلم كليبنانية حيبقى الفيلم اللبناني؟ لا لا ستل الفيلم مصري أو المسلسل مصري بس انا طالع بدور لبنانية في دور لبناني انما العمل كيانه ايه؟ الاشخاص اللي ما بيقبلوا غيروا لهجتهم بالأفليم بيقولوا انا بدي مثل بحكي لبناني بس او انا بدي غني بغني لبناني بس لا طبعا تعصب ما قالوا ايه لزوم طبعا تعصب ما قالوا ايه لزوم اكيد بس اليوم مش هيدا بيساهم بانتشار اللهجة اللبنانية؟ نعم المسلسلات وأفلام لبنانية شو المانية؟ شو المانية؟ أمو الأفلام على مستوى فعلا حلو على مستوى خيانا قول عربي مبدئيا اخر شي حضرته لبناني بتتذكري ولا كمان لا؟ اخر شي حضرته لبناني ما فهمت بديك هم تجرع بالسنوات لورا؟ أم بيسأل حالي ايه با لازم بيسأل حالي طيب؟ ما في شي حضرته لبناني مؤخرا؟ مؤخرا شو يعني هلا بيهول أيام اللي فاتت؟ من سنة؟ من سنة؟ برمضان بس عم جارب اتذكر شو؟ برمضان الماضي؟ مين؟ ما شفتين؟ لا لك رمضان اللي فات كان تقريبا كله امتحانات كيف تشوفين عدين نجام؟ حلوة كتير ممثلة؟ نطيفة جدا شاطرة بارعة بتحسين عندها نجومية حلوة؟ عندها نجومية طبعا ليش اللي بيقدروا ينجحوا بالخليج صعب ينجحوا بمصر؟ مصر أصعب؟ لا مش صعب أي أصعب؟ لا لا يوجد شيء أصعب يعني لماذا نرى مثلا؟ هذه النجمة نعرفت بالخليج ما لنا معروفة بمصر كثيرا؟ أكيد دبانز على اللهجة دبانز على اللهجة؟ طبعا هل قد تأثر اللهجة؟ طبعا إذا لم تتحدث مصري لا تنشهر؟ لا لا تنفهم لا تنفهم لا تنفهم أخذ بالك أن المصريين ليس متعصبين على اللهجة؟ لا لا أصلا بيون بصوا لما يشوفوا حدا يحكي لبنانة ويصيروا هكي لكن لا يفهموا لا يحسوا تلاصم يعني حتى أنا ساعت نور بأتكلم معها لبنانية طبعا أكثر من الوقت لبنانية وإنجلس وحاولين أن نحنا نثبت يعني عشان ما ن... أنتعرف اسمها إيه؟ الإنفارمنت بتاعنا نور رح تعمل ممثلة أو سنانة أو شيء لا أمش من عحليمة وأنت بتحب تشوفها هيك؟ أنا بحب شوفها شو هي عبيلة تكون لكن أنت بسانشي مرة قلت لها مامي بساني حلوة بيربق لك التيفي بس تشوفيها تصورية لا؟ لا بحب طبعا هي بتغنب المدرسة بصورها وبتلعب بيانو بتتعلم بيانو بتتعلم رسم بتتعلم بلايه طبعا أنا... بيعرفوا أن هاي بنت ضلي نعم طبعا أكيد كيف تكون راضي تفعل رفقاتها أو... هلا هذا بالأول بس يعني... بالآخر هي فاردة فاردة وجودة؟ وجودة إيه شطورة ومرة عشر سنة عشر سنين عشر سنين فاردة 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 وشطورة كثير وشطورة كثير وشطورة كثير ومهزبة بين أصحابها ومدرسة هي فاردة حالة كنور ما قم علاقة فيها وأنا ما بقبل أصلا أنه يبقى في معاملة مختلفة بسبب أنا ولا بزيطة ولا نيجاتيب ما اليوم نظرة المصريين مثلا لكل ممثلة بتختلف عن التاني مثلا الممثلة القديرة النجمة شو نظرتهم لدولي شهين شو بتسمعي بالشارع؟ أكيد بني قديرة يعني بعدني صغيرة بس أنه تطمحي تصيري قديرة؟ النجمة القديرة مثلا القديرة يعني كبيرة إيه بس مع الوقت يعني متل يسرع متل إلهام شهين متل هول الأسامي ما قول نشوف دولي شهين بهذا اللافل؟ يعني مين بيعرف هذا عند الله؟ ما تحب يعني؟ ايه لا ما بتحب أكيد في حدا ما بتمنى أنه يصير بس هو كمين واحد بحسب عمله كيف يشتجرع حاله كيف بيعي أخاني بيحط نفسه؟ لا لا؟ لا طبعا كيف لا؟ مش مزبوط طبعا ما خصها بها؟ لا ما خص طبعا أكيد لا كيف يعني؟ في لك أنت الله بيعطيك أوكي بس هو بالآخر الله بدي يحط قدامك بحياتك ناس تساعدك تتوصل لوحدك كيف بدك تروح لوحدك؟ أنا هلأ قررت أنا الصباح الجديد بعدين شو يعني ما فهمت؟ بس كمين واحد بيحط تارجت يا سيدي بنحط تارجت بس إذا ربنا ما كان هذا التارجت تبعه وحط الناس سخر الناس المزبوطين بحياتك لا يوصلوك أو لا يساعدوك أو لا يكونوا سبب فوصولك للي أنت عايزه إزاي اليوم مادلان تابر موجودة بمصر وبتنتج أوقات ما بعرف أنت كيفك أنت بياها؟ لطيفين تحكم مع بعض؟ طمان مع بعض؟ لا شو يعني لطيفين؟ يعني وين اللطف بالموضوع؟ يعني لما نبنتقابل بكل لطيفين لطيفين هيدا جواب السحافة بس ما بتحكم لطيفين بس يعني ما تقبلنا كذا مرة والحياة ما بعرف الحياة هيك بتبعدي بتبعدي عن الأشخاص التي بتعرفيهم ولا بتقربي عليهم؟ أنا ما بقربي وما ببعض حسب الطرف الآخر يعني حسب كيف يجيني الانرجي منه إذا أجتني جود انرجي بتلاقينا إذا أجتني بات فيلنج لأ ما بقربي أنا عموما منيك تستو الشباب الممثلات السوريات التي موجودين بمصر علاقتي فيهم؟ أنا علاقتي بكل الناس واحدة ما عندي العلاقة ما عندي علاقة مع حدا استعمète العلاقة ؟ ما عندي كانت عزائتي باشو؟ لا حرام لا تتأكد من معك خبر؟ لا طبعا ocksا عنزها بتحكي؟ أصلا ما بعرف انو عندي بنت ما متعرف انو عندي لا م اوعرف انو عندي بنت كيفين؟ ف Ragno ما بعرف كيف بل اعرفها هو ما يشرف حتى الشتو نقطة عن جياة عندتبنت انزها؟ ا gensما بيعرف وتوفيت الاض sambal النصر الار swe هل تبكي له سبا؟ ماذا تبكي؟ يا حرام شي كتير مزعيل أنا تبكي لها واحدة لا تبكيت أو لا تبكيت لا تبكيت حرام هل تبكي صغيرة أو صبيية؟ لا صغيرة يعني بيبي عمري ممكن شي سنة أو شي هيك حرام هل تبكي هل بس خلال الانترفيو رحت تطمني ليا ولا عادي عرفت الخبرية وخلص؟ يعني هلأ بجاري بابعتلي أنا ما عندي رقمة أنا بابعتلك ماشي اطفع أنا أشتغل على حسنك العلقات حسنك العلقات مع العالم لك أنا ماني سوشبل أنا كتير بيتوتية لاحظت أنا كتير بيتوتية لقيني قاعدة بالبيت كل النهار إذا ما عندي شغل قاعدة بالبيت في عندي شوية هابيز بحب أعملون بيهتم ببنتي بيدرس بنتي بس خلص إذا عندي معيد بعمله بالآخر برجع على البيت حرفت هيدا الستيل الواحدة البيتوتية كتير اللي بتضل بالبيت كتير بحب البيت ما بتعيش الحياة الفنية ما أنا بالنسبة لي إلي هيك بعيش الحياة الفنية النجومية ما شو الحياة الفنية يعني ما باقي يعني منشوف الفنانين بيروحوا بيأظهروا بيقعدوا رات كاربت سلايتينغز مساء ما باعرف ما باعرف ما باعرف مهرجان مصر اللي ضجت ديني وقتها حكيوا عن الوباء إنه ملتزة وهي كده شو كان رأيي أنا هاي المشكلة إنه ما عندي رأيش بيشو بدي يكون عندي رأي يعني هن حذين يستطلع برأيك إنه هاي غالطة يعني اليوم مصر ما أنا ملتزمة كتير بكمامة ببولة شي غالطة هايدي برأيي؟ لا ملتزمين بتروح المولات مضطر إنك تحط كمامة أكيد ما بتفوت إذا ما تحاطت كمامة ملتزمين إلى حد معين كبير يعني مش إنه لا ما فيه التزام هلا إنه عمال مهرجان بوقت كان كتير الظروف صعبة أكيد شيء إلى حد ما غلط. عموماً أنا ما بشارك بالمهرجانات، لأنه أغلب المهرجانات بتصير بأوقات الدراسة، وأنا بالنسبة لأيال الدراسة هي أهم شيء. جرأتك بالصور، فيه جرأة؟ عادة، أنا بعتبر أنه عادة، أي والله عادة جداً. من جرئين صورك؟ عادة، أنا بتبع كل العالم وبشوف العالم كيف تتصور. ما تحكيني عن العالم كله، ما تحكيني عن الشارع الأوسط؟ لماذا لبنان يعني بيأسر؟ مين اللي بتأسرت النورة؟ بس أنت جريئة بالصور؟ عادة، أز لبنيز يعني، شبتك يكون يعني؟ أنا لقى الداعي ما لسته عليها. أنا شخصية، أنا بنت لبنانية، ما عاشت ببيئة. خلي أنا أقول بعضان يعني. بس اليوم أنت بتمثل بنت اللبنانية؟ أنا بمثل نفسك. آه، عاملة أوردر. مين؟ مين؟ لا، هيبتين ناشي. آه، هيبتينكون الشرتة. نيحا؟ قل بعض الحوار بدنا شرتة. بدنا شرتة. شكراً مقال لك، نسيقاً؟ أي، أحكي عن جرقة الصورة، بس، في صور أوقات، يمكان شوية العالم بالتقن. أنا أشوف الكمنت، بشوف شو بيقولوا أنه يمكنت أن يبدو مثل، يمكن أن تبين مفاة معينة أو طريقة لبس معينة 50% من الإنستغرام مصريين و30% تقريباً عراقيين وبعدين عندي تقريباً 20% ممكن تطلع لك على الستاتيستيكس عندي أردنيين وصعوديين مش كلهم لبنانيين نسبة اللبنانيين لتتعدى 10% أو 15% على الإنستغرام أقل شيء لديك لبنانية جمهورك ليس لبنانية ليس كم لبنانية فيها أصلاً في لبنان كلهم على بعضهم قد يطلعون نحن لا نطلع 3 مليون في لبنان لكن الأكثر 4 مليون ليس 4 مليون ليس 4 مليون 4 مليون لو كان لدي كل اللبنانيين لديها 4 مليون 4 مليون في مصر هذه المنطقة هنا فيها 4 مليون حتى تنزح في مصر يحبه؟ لا، أنا لا أقول أنه يحبه أو ما يحبه أنت تقول أنه يقرأ الكومنتات تقول لي أنه الممثلات أو أنت عم تمثل بنت اللبنانية اللبنانية هيك أنت عم تقول لي بقرأ الكومنتات عندي لكن تبه أنه الفانز التي لدي 50% كذا وكذا واللبنانية هل قاد يعني طبيعي أنك تسمع أراء كثير بالكومنتات أو تقرأ أراء أنا لا أقول لهم أنا لا أقول لهم أنا لا أقول لهم أو أقول لهم أقول لهم بنت اللبنانية أنا أقول لهم For example هل بنت اللبنانية؟ لكن كيف هي البنت اللبنانية؟ لا لو أقرأت على مصر هل أحد أحد أبناء التبنانية يجب أن تصورها دائماً؟ أكثر أيضاً. إذا أردت بروفايل تيتا لبنانية عادة ينزلوا بالشورت على المال، عادة. لماذا أريد أن تحسسني أننا في البنان؟ لا، أنا معا منك، لكن ليس دائماً يتصوروا. ليس دائماً، وليس دائماً، أكيد. ليس شرط. أنا أوقات بتصور صور، وأوقات بتصور لبسة عادة، وأوقات بتصور بالبيجامة، وتصور قدام الشجرة، وتصور بالمال، وتصور عم بلعب بولنج، أكيد يعني مش كل صورة، أكيد لا، يعني مش لهذه الدرجة، وأكيد بنزل صور من أفلامي، بنزل صور من شغلي، إذا كان عندي مناسبة مثل مبارح، مثلاً، بنزل صور. أكيد عندي مختلفة مختلفة، بس بدك تقول لي أنه نحنا في لبنان عادة. نحنا أولا مرة أصلاً، أنا بستغرب، سوريا يعني بس أنه أنا بستغرب أنه صحف لبناني يقول لي بتلبسي أو ما بتلبسي. أنا أول مرة أخدت هيدا الباكس مثلاً، كان واحد صحفة بيقلي، كنت كت عاملة، أعتقد بعد ممو عيني يمكن، بيقلي أنت سوبر جريئة على البنت اللبنانية، نعم؟ عم نمزح؟ ليش أنا جاي من المريخ يعني؟ ليش أنا بشوف العالم بالمول؟ أنا ما عم بيحكي بالكليبات ولا عم بيحكي بالستايتش، أنا عم بيحكي اليوم على السوشيال ميديا، على الإنستغرام، يعني ممكن لو أنت موجودة بالبيت أو موجودة وين مكان، بتصور وين مكان أنا، أو عمتك دي صورة، لابسك كأنه لبس شوي، خرج ممكن مسرح أوات، خرج خريب، لا، أبداً، بلو بتتصوري أوقات بفصاطين أو أوقات بكورسيات، بيكون عندي شيء، أبكون ظاهرة، يعني أنا أول مرة بتصور بالمطرح اللي أنا فيه، ما هو هيدا اللي لازم يصير، لأن احنا عم نفكر إنو أنت عم تلبس هيك، وعند تصور هيك على الإنستغرام، كيف ما بينزلي صور من المطرح، بس مش أنا بكون مصورتهم، بس نحن نعود نلحق المطارق، مع موجودين على الستوري عندي، مع موجودين على الستوري عندي، الستوري بتختفي، وأنا ما شالله، الستوري عندي، ما بيخلصوا، ما شالله، يعني 24 ما في مننا هيدا، انت لو فتع الستوري أي تايم، هتلاقي الستوري شغالة، ما بتوقف أبداً، وبيعيدو، وعندي طبعاً كتير صفحات، ما شالله، فرجيني فرجيني شوي هيك، مش قادرة، نتف، نتف، نتف وحرام عليك، مش قادرة أفتحها، لا، حرام، نتف، ولا ولا حلوة كيف ما كنت، لا، مش قادرة أفتحها، وحيت الله، مش قادرة أفتحها، حرام عليك، يا ربي، ما بتقبل تعملي مشهد بلا ميكب؟ عملت، أنا عايشي حياتي بلا ميكب، ما بتروفنا على الإنستغرام كل صورة بلا مكياب، عادة، أنا بس أعمل ميكب وإلبوس، معني تظاهرة، ومعني تظاهرة إفنت، أنا عمل مكياج، وبالبيت، هيدا انساها، مستحيل، من من الجيل الصاعد، هلأ، اللي أصغر منيك، باللبنانيات، بيرفتوك؟ ما ما بقع في دانيالا رحمة، ما بتعرف إستيفاني صليبة، ما بتعرف داريدا خليل، أصغر مني هيدول، تابتلا ministres أصغر منا، يعني هلأ يا أنا جديد، يعني الآن زكي لدي تؤتي برو مهنة. بلعبها مما برو الياس، ماذا زكي tiene جديد، كيف جديد، هلأ بعد الكثيرti؟ كيف تداري Lапis محيذة فقط، داريدا خليل؟ مهنسي لداريدا خليل؟ هلأ، قبل زاعت شوية كان برامر استيفاني صليبة جديدة إلى 4 أو 5 سنين يعني من مثل الأمر عم حكي كده أرقام ومسلسل مثل الأمر مسلسل يعني؟ مش عارفة هي مش المسلسل اسمه مثل الأمر وانت مثل الأمر وهي مثل الأمر طبعا وهي مثل الأمر ودانيالا مثل الأمر ودانيالا مثل الأمر ودانيالا كمان بتاخد العائلة كتير حلوة بس أنا والتي فيه مش أصحاب إذا ممثلة للمنانية دقت بابدولي قالت لها في عندي كمسامونتج تعرفيني عليه أو هيك بمصر بتساعدية؟ طبعا أكيد ساعدت حدا قبل مرة؟ ما حدا طلب مني شي وما عملته يعني جاد؟ طبعا أكيد ما في حدا مرة طلبني بشي وما بساعد عادة جدا حتى في مطربية بيبعتولي بليس بدنا مخرج مثلا ما يكون غالي فأي سجست وبيبعت أرقام وكل شي عادة جدا شو عم بتحضري قريبا؟ عم بشتغل على كم غنية بعد ما خلصتون وبعد رمضان عنا مشلسل كمان إن شاء الله أي ما تنازل على البنان؟ لا هلأ لا ما بفتكر ماذا؟ كورونا أنا هلأ ببيتنا خي عنده كورونا نووي بالبيت عندك؟ هل قدي خايفة؟ أول مبارح ادي إليك ما نزلت؟ أنا عندي بنت ادي إليك ما نزلت؟ من أول كورونا من سنة؟ نووي ما بطلع بالتيارة أصلا يعني فكرة أنه أنا طلع بنتي بالتيارة ما بعمله وخي أول مبارح أعرف أنه عندك كورونا طيب أنت عوقت عن تضطرر تروحي وتتواجد وتكتابي عنك وبيخد حذري أكيد بيخد حذري طبعا دولي بدي تشكرك أكيد رح نسمعها كمان لإليك بنهاية الحلقة بدي إليك عن جد تانكيو لأستضافتك لأنا ببيتك شرفتونا شرفتونا مرسي لأنك رحبت فينا على أمل أنه ما يكون في أسئل رزاجتك أنا جربت حرتي بس أنت تعرف من قبل محبتك عندك إدي كبيرة ونحن نبصت فيك أنك إنت موجودة ويوم عن يوم عم تنسبت نجاحك واستمراريتك بأعالم الفان والتمثيل بأمال أنه نلتقى فيك بإيقاءات تانية تكون عيني أحسن تكون عيني أحسن تكون عيني أحسن لا تجد عندك لأهون المقابلة لا إن شاء الله سأذهب بزورك شرفت أي وقت بإذن الله بديك تنزلي ويجب أن تطلع على الشاشات الإبنانية تهدى شوية كورونا يعني عن جد تأز شيء كثير ما معدين فيك بإذن الله شرفتونا شرا